أكدت أضوى فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة أن القطاع أبدأ رأيه في 3074 موضوعاً إجمال قيمتها 3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2021 و2022 مقابل 2941 موضوعاً بنحو 3 مليارات دينار في السنة المالية السابقة عليها وبارتفاع بلغت نسبته 5% من إجمال الموضوعات وبنحو 6% من إجمال قيمة الموضوعات المعروضة وأضافت أن رقابة الديوان المسبقة حققت خلال السنة المالية 2021 و2022 أثراً مالياً مباشراً للخزانة العامة للدولة بقيمة تقارب 9 مليار دينار كويتي